السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب وبنات رجعنا في الفيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبات السيطرة على المريخة وحتين المريخة وناجين المريخة بعد الفيديو نحن نكمل اللي حكينا عنه بالفيديو طبعا فتحة التسييفة وخليتها يبلشوا شوي يشتغلوا لانه في هنا شوية شغلات مثل ما حكينا لكم بالفيديو الماضي لازم نجيب هاي أول قافة للبشر اللي عنه عن الكوكف هلأ خيرنا بلش بالفيديو لست جو إن شاء الله تكون الفيديوهات دايما عبتنان أجابكم صراحة لأنه عم نتعب عليها بشكل جدا كبير صراحة صراحة المهم فنحن بالفيديو الماضي كنه هون عم نشتغل بهدول هدول هدول ما عبيتفضوه بتاع فضيني انت هون معاد إليك شغل لأنه أساسا هدول ما عبيعضوا منك شي إبدا طبعا هلأ ونحن هون فتحيني كم شغلية طبعا هاي أنا شايفها ما كتير هلأ وعب تسوي لي السرش عن هاي مابديها رح سوي السرش عن هاي رح تسوي لي متل ما هم كاتبين إنه هون رح تزيد إنتاجية الماء 50% فرح نزيد إنتاجية الماء لأنه بس نجي ببشر أكيد رح نهتم لبنى وضع إنتاجية الماء طبعا هون عبيل إنه الصاروخ بالذهاب والعودة رح سيجي يستهلك وقود أكثر أقل إذا خلق نحن الوقود أساسا عنها أكثر منه ما فيه وما لي حواش طول الوقود أساسا يعني ما يسا موصلنا للأزمة إنه عنا الوقود طلب ألي أكثر من الإنتاجية يعني حدا نحن نتعلم أنها جدا كبيرة في عنا هون هاي الماكينة ممكن مشان تصليح ما فهمتش في الموضوع تبعها فرح نتركها رح نحن نسوي بس سيرتش عن هاي وخلينا نعطيها هاي نشوف بس فتحنا شعر جديدة بنحكي فيها المهم فلنرجع لشغلنا هون طبعا الوقوق رح يوصل للمريخ بعد بعض من الوقت ورح نكمل شغلنا بهاي طبعا تجيبنا الحجر الموجود هون خلينا نعضع لك وين التانية تانية 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 طبعا بيجيب لنا الحديد طبعا تضيلي هون خلينا نبلش نجيب للمحديد لأن صرنا بحاجة للحديد كمية جدا كبيرة صراحة معنا حديد خلينا نشيك على الاكسجين على المي الانتاجية المي ضعيفة مقابل الاستهلاك عندي استهلاك ثلاثة مي ليش المي ثلاثة ايش يعني تطلب مي هيا تستهلك مي شي لا يعني استهلك مي هيا تستهلك مي شي اه تستهلك مي بس خلط طفير معت موجودة انا خطر صار عنا حتى فقط في امتاج المياه طبعا ما تضينا حتى استهلك الاكسجين قل الاكسجين يعني بيستهلك بهاي لأنه اساسا ما في حدا ليش تشغل عليها طبعا حتى هون ما في اساسا سماء جو البشرة ليش هتستهلك مي اوكسجين طفي فراح نعبي شوية كمان مخازن اه هين زي صارو تمام خلينا كمان ننشي كم مخزن للاكسجين وللمي بس رح نغير هالمرة مكانهم مشان تحسوا بل اي طارق متل ما يقولوا بالمستقبل القريب والبعيد فخليني ابنيه هون لان هنا اساسا ما بده هون متل محطات ربط ايوه فخليني اكترهم هون ايوه هيك هون ايوه ايوه تمام اللي حاصص انه فيه كلتش بالموضوع ايوه هي ثلاثة بكفي اتوقع لانه حاليا نحن عمنا استحلاك الامتاج المي موهل كبير صراحة يعني ايوه واستحلاك واحد ايوه يعني بس خزانات المي لسا ما تعبيت فهنترك الها وقت بما تعبه من المي طبعا انت يجيتي واخيرا ايوه صاريسي عم انتظرك يا عشان نبلش نشطيل عليك بالسيرتش انت عبيت حديد تعالي بس كان اولي هذا بكبر نخزان طبعا ليش الله ما اعرف كبره هلاش ضل بدناك كمان نشيك عليه والله لازم نزيد انتاجية الحديد شوي المي اتنين ليش اتنين مش ليش اتنين بتشكل واحدة ليش واحدة اتنين ثلاثة وف ليش هي ستة وهي واحد انتاج مي اه لان هذول كم جنب بعض فهي بعيدة فهي تقدر تنتج مي اكتر والله جوز فعنطوا غلطنا حطينا هون جنب بعض غلطنا يعني حاطين مركزين انتاج المية جنب بعض والله ما كان لي خبر ليش كذب انا افكرها انه انت ولا تنتج المي نفس الشي يعني اذا كانت هون ولا هون ولا وين مكان طبعا هلا هون فتح لي خيارين مهمين جدا المهم الاول اللي هو بانه يسوي العملية ستش جدا واسعة والخيار الثاني اللي هو هون فانا بفضل انه اشيل هاي من هون وحط هاي هون و بعدين حط هاي طبعا اذا ما فتح ليش جديد نترك هاي السيستيم بس نحن هم اشي عنا لازم نزيد امتاجية المياه لانه نحن انتبهنا انه غلطاني غرض الكفر طب ما بنقدر نضبها او نعملها اشي ما نقدر ما نقدر ما نقدر نقفها بس فككناها ايوه ايوه طبعا هون عندي تحليل المؤن عطاني مثل انه اربعمائة مليون منحة ومبعب اشي يسوي بس هاي المهم عطاني مصاري طبعا هون بلش يحكيلي انه في ناس حواليك طبعا هون اشي بس الله احنا اهم اني اسوي اي اشي لازم اركز اهم اشي اهم عنصر اني اركز انه يكون عندي القدرة لاني مو بس اكوني مكافأة يعني انه اصير استنتج كل شي من عندي من المجرة طبعيتي ما بصير اجيب شي من بره لانه بجيب شي من بره فرح نصير عنا مشكلة كبيرة فمثنا هي رح تتعبط هنحنسوي له احدة تانية قريبة منها استهلاك ماي مافي ممتاز واكسجين استهلاك اكسجين مافي حلوة طبعا انا تمكنت الاكسجين كده شغالي رؤحي طيب بتاع قديم نحط له اوصل الصاروب اخيرا خلينا نزله نحن هون انه رح يكون قريبا من هون حلوة نحط لهم قاعدة للحديد لانه الحديد رح يكون مهم جدا سيشتغلوا عليه بس خلينا نشغل هم هاي القاعدة طبعا هون هي خليها طافية مايبدأي شغلها بس هي لازم تشتغل هاي تشتغل هي لازم هي لازم تشتغل تساعدهم بتنزيل المواد الغذائية بس خلينا نحط لهم قاعدة بشان المواد الاكيد هون بره لا يحتاج يروحوا بعيد اشفوا هون ها بقولوا معنا بيه؟ لديهم مصاري ليش؟ ليش بتكون مصاري لخيجة؟ اه حلو هلا الوضع صغر متامع بس هين شغل من منتج الاكسجين اجل منتج النفط اجل منتج النفط اوهه كمان نتشايا يلا قالوا حاولو بس بس انشغلوه اوه انشغلوا ودي ونحبلي ريسيرج كمكنبليت طيق حد ماكينة الاكسجين من الميجانت فولورف هي ماكينة الاكسجين بتتوفر كمان 25% فهذا منا بديها نشطع هاي هون اش كمان اعطاني مادة ايش? ممكن عيبش هال ملاعب نحن اخدنا واحدة لانتاج الاكسجين رفعناها لانو سرعا انتاجت الىكسجين 50% زادت وبالإضافة أخذنا خيار هذه البلد وبعدين أخذنا أنه بزيد المحاصيل تصير أفضل بس المهم فهيظل بدها بدها آه هي بدها فيول أيوه هلا صار بدنا فيول يا معنى ها بدها مكان نحط لها مؤن وبدنا منقل يا الله ما إيش تنتج هي ليش؟ آه بوليمور بنا نحط مركز بإنتاج البوليمور مع أنه كافي واحد قريب حطيته بس يلا ما في مش كنحط واحد هون ورا وهي واحد ثاني كمان هي تمام هي أنتجنا مكان الإنتاج البوليمور بصدر بدنا نركب بوري مشان نربط المنطقتين مع بعضيهما طبعاً وانه بس ربط وانت هون ارتبطت معك الشبكة كاملة اي طيب هاي اشول يا حبيبي وانتج بوليمور ايه وانا البوليمور ايه وانا البوليمور آه بده مكب فهمت ماذا يريد فهمت ماذا يريد فهمت ماذا يريد ايه سلمي طبعاً هاي حوالياً ما رح اشغلها لانه بدي بس خلص هايبش انا شغلها ليك ما بدي اشغل اثنين سواء آه اتوقع انه هون قصده انه هون ما في حاجة آه ما في فيول انا الحمضاق طبس كان نشغل الفيول انا مع ما انذكرت بق اوه اذا اش يساوي والله لا دم حط لنا باناته والله ما بده بنظل بنغزي بي الفيول عن طريق هاي الاشي منظل هيك ونجيب له شويت فيه كل شوين جيب له شويت فيه انا حصول هيطير وهذا اشتغل تمام انا كنت افكر انه بده شو اسمه بده حدا يشتغل بقلبه او مهندس صاحب حبرة طلا بده بس قده فيول وهذا الصاروخ صار جاهز ورح نطلقه هلا كل غروض الله معك اتبعد لك اي دور بالغروض عنها رح نبعتك هلا احنا بدنا نشتغل عن قطتين انه بس تخلص هاي رح نبني هون قاعدة حتى نربط هاي باي هاي اول اشي ثاني اشي رح نحاول نشتغل عليه هون يونيب ايش تقريبا احنا حاليا صار شغلنا كله تمام انتاجية الحديد ممتازة ممتازة اه الخزانات ممتازة صار عنا بحنتاج حديد بارفو برافو صار في عنا انتاج البوليمر واخيرا يعني معنا نحتاج من الارض نجيب بوليمر ولو هذا الشيء جدا يعتبر بيرفكت صراحة انه صار عنا بوليمر في القاعدة الجارضية اه اتوقع انه في عندي نقص بالبشر ممتازة اا والله عندي نقص بالبشر لانه هم هنا في بشر مي موجودة طيب الماركت مهم خلص الورجة بيكفي ليش كلا الوجبات يعني هوف ليش كان الشيء اشفي اشفي هيلغو لهي حاج وردية واحدة ليش كلا الوردية طيب هيوا بلدك مساري تفضل ومشتغل الان نشوف نشيك الوضع ايوا حلو عندي انتاج المي عندي نقص進اج المياه انا انا اكل ناوي لازم نبني واحدة لمستدرات المياه لأنه صار في عنا نقص فيه لنتاج المياه طيب هاي ما حاجة نبنيها طبعا هاي نحن نقدر نبنيها بصلاك نحن لازم نبني هون أو بالقرب منها مركز نستدرج الناس فيه حتى بيفضل روح أشعب استنانته طبعا هاي طبعا قبل ما نبني واحدة سكنية بشامان برقنت بهذا المثل العادي خلينا نجرب ايك هاي نجرب ايك الملخب هاي نوعا بدنا نحط واحدة سكنية هون هاي نعم بس حطناها هون بلغض هذيك المنطقة توقع نعم اه ما بنلق النجاح عطب تصير عندي هنشوف الريسيتش كومبليت ايش في عندي صار في عندي هون حلو في عندي شغلة انا متعلمها وماني منتبه عليها فرح عشيك عليها شوف ايش هي واش وظيفتها اكثر حلو هاي هون خلينا نبنيها بالمستعمر هاي ايش كانت طبعا ايش هذا المبنى ما في المتقالي اي الترتيب يساعد على ايش ما برا فحطيته هون لنشوف ايش الله يسر علينا والله ايش يسر لنا في عملنا هذا طبعا ايش يسر عليها الحديدات الموجودة هون انت روح اللي وش يستكشف لي هاي المنطقة حتى نكون نحن مسحنا الارض عنا بشكل كامل ونقدر ننتقل الى مكان اخر ان شاء الله في المستقبل القريب طبعا حاليا نحن نطلب بشر ما نقدر لانه سما مر عشرة ايام على وجودهم عنا في المجرة فعلا نحن نقص في انتاج المياه الاستهلاك اكثر من الانتاج فنحن في مصيبة صراحة يعني مصيبة المي مصيبة فرح عبني هون واحدة سكنية جنب هاي حتى تكون قادرين انو نمدد المي مآبني القبتينawan ان شاء الله في المستقبل بس نازل بنيها بحيس اوهه مصاري واخيرا اكتشفناها المصاري هاي المصاري رح تساعدني espacio الأبعث يلل الارض معين مصاري من表 cues او احنا نحن عنا هون فرح خلي هاي هيك تكون بحيس اه هاي شو ما فترتها نفس الشي. اه تمام ايك انا بشوف افضل. طيب حلو. اروح لي انتون اش بدو? بدو بلي مارو ما بارك ليج مواد بنا وش بدو كمان? اتوقع احنا وضع انا شغل ممتاز صراحة. يعني هلا بس بدنا نستكشف المي اصار انا انتاجات مي لان افعالنا فيها مخفافات زدان كبير بانتاجات المي يعني مصيبة. لازم ننتجة مي. وانا لحد الان ما عم بارف انتاج المي يعني هاي اكبر مصيبة عندي اياها. بس يعني حاليا ماشيين على قدم الوصاق متل ما يقولوا الاكسجين يعني استهلاك بس عند انتاج ثلاثة المخازن كلها فول بيرفكت بس انتاج المي لازم نزيده شوي حتى نقدر نستوعب من البشر المزيد والمزيد والمزيد. طبعا هلا احنا صارنا منتاجات للبوليمر شاقال عبي انتاج لنا بوليمر اهو ما في ناس تشتغلوا ايوه. اه يا طالي انت تعلمون شوة. مشان نوردو له شوية موارد. بقى هو انا عبيل لي ما في بشر. وانا عالم ليش هيو. طيب خلاص الغي هالوردية. بانه ما في حدا يشتغل عليها. بينما نلاقي ناس تشتغل عنهم بالمجرة. طبعا نحن الغينا هديك. ليش? لسبب انه ما نقدر نوصل هاي الخط لهون. لان اذا ما وصلنا لهون ما نستخدم شيها. هي توصل منيحة. اذا توصل فايزا منيحة. طيب هلو بس ضن هون حطنا كم شغلة بشي ما نخربها حالنا لقمته مثل عادة. مش بدها بوليمر. قلنا في بوليمر يا زالي ما هينش غالب البوليمر. ليش هم بتعطي بوليمر? ايش طلب انها بدها مواد بناء. طيب فضيلة العديد ولا اشوف وان روح نجيب لك مواد بناء. طيب هاي مليانة مواد بناء طيب. ايه مواد بناء اقل لقيا وضيع. ايش بدها هي سياني? نعم بدنا بوليمر. صار يا معلم بدنا مو معمل بوليمر صار بدنا بوليمر بوليمر بجد يعني. طبعا الشغل فراح نكبر القاعدة هاي ونحطها. شوفها هيك ممتازة او اطول بل خلينا نمد اوة شي كهرباء. هاي هي للقاعدة نمدلها كهرباء بل خصوص طول بل خلفي عندي هاي خلينا نجيبها. اهون. عشان تنبنى تبلش تنبنى هاي. بس نبنى نمدلها بواري وبعد ما نمدلها البواري نجيب المركز الروبوتات انا نحطها عليها. طيب حلو. تمام لعنا احنا هذا كملنا بناء ثالث. هلأ ابدأ نمدله كهرباء. وبدنا نمدله بوري. هاي الكهرباء هو الاشي. بعدين منمدله البوري اللي هو رح يكون اتوقع هون اتوقع هون. هيك نحنا منصينا نغطي هاي المنطقة ونغطي هاي المنطقة وبعدين لو بنجيبها تانية لتحت اه بشان نشتغل فيها تحت تماما. لعنا اش يضل عندي هون اش شو بده بده منتشة يتصدر هاي منتشة. ومنتشة ومنتشة. اش بده هاد البوري حتى ينبنى. حلو. هاي مده البوري. الذي قد رأينا سبع سينينا نعجاب بسببه. طبعا نحن عنا البولي مر نزل رح نجيب بولي مر وش كمال رح نجيب شوية روبوتات لانصار عندينك سبير كبير. هاي مرحبا نشكلة نشو بشوية. خلينا نطلب صاروخ. اه منجيب بولي مر. نجيب خمسين بولي مر لانو البولي مر صلع علينا ضغط جدا كبير ومن هذا نجيب عشرين. ومن هذا نجيب عشرين. ما توقع نحتاج اكثر حاليا. حاليا نحن نحن نتاج حاليا بريفكتو. هذا بريفكتو. الاكل ما لنا بحاجة له. هاي نجيب ستروبوتات. اه و بدي اجيب من هون. اول شي نجيب ماكينة مشان نقدر نوسع القاعدة تبعتنا. و مي ما بدنا لانصار عندنا انتاج مي رح نصير مقدر ننتج مي بطلب ما بدنا. ما بدنا ما بدنا ما بدنا ما بدنا. اتوقع حصرنا نحتاج لها الان رح نجيب بشار بعضين. و رح نجيب بعضين من هاي. و رح نجيب كمان عبي روبوتات. تمام رح نكتفي بهذا القادر رح نجيب هذا الصاروخ. و رح نكتفي. اه تمام اتسوكي. فرح نستنى الصاروخ هتشوفوه فيديو جاء ان شاء الله رح يجينا ان شاء الله رح نوقف هذا الفيديو لهون و رح اعمل سيف لانو حواجو انا تقبط صراحة. صار لي تقريبا اكثر من ساعة عم بلعب. اه فكرت والله فتحت التسيفة. يا زلمي والله العظيم خفت. فكرت فتحت التسيفة قبل بدنا ما سكرت. المهم. فنحن نكتفي نحن نانية القادر. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد و حلقة جديدة ان شاء الله بكرة ساعة ستة. لا تنسونا من اللايك و دعاكم. وبس والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته. باي باي شباب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده. و كمان الفيديو ده. و ما تنساش تعمل سبسكرب للقناة و ادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.